بالنسبة للإعفاء من القروض الطلابية كما ذكرنا لكم هذا الموضوع والبرنامج اللي أعلن عنه الرئيس الحالي جو بايدن اللي هو من خلاله واللي هو المفروض ابتداء من الأسبوع المقبل بأول أسبوع بشهر أكتوبر يعني المفروض الأسبوع المقبل كان يعلن عن تفاصيل الإعفاء اللي هو رح يعطي يعني ما بين 10.000 ل 20.000 دولار إعفاء من القروض الطلابية الفيدرالية بناءً أكيد على الدخل السنوي للأفراد اللي بيعملوا 125.000 أو ما دون اللي عملوا 125.000 أو ما دون بعام 2020 أو 2021 حيالله واحد منهم اللس يعني أقل من الثاني اللي أنت عامل فيه دخل سنوي أقل من الثاني 20 أو 2021 يعني إذا عامي 125.000 أو ما دون بيطلع لك إعفاء وإذا أنتو كنتو كابل إذا ما عاملين 250.000 أو ما دون بعام 2020 أو 2021 وإذا أنتو كنتو إخدين Pell Grant بيطلع لكم إعفاء للـ 20.000 دولار هلأ كنا نحن لما عملنا هيدا الفيديو من قبل قلنا إنه لحد هلأ ما في يعني أي مشاكل قانونية أو أي دعاوة قانونية بس هيدا الأسبوع تغير الموضوع شوي وهلأ منشرح يعني شو بده يصير بهيدا الموضوع لتغير هيدا الأسبوع إخوانا أنه صار فيه دعوتين دعاوة قضائية صار فيه قضيتين نرفعوا ضد هذا الموضوع واحدين رفعت بإنديانا واحدين رفعت بميزوري واحدين رفعت من محامي واحدين رفعت لأ من ولايات جمهورية وهلأ منسمى شو هي الوليات هيدا الدعاوة القانونية التي رفعت في محكمة فيدرالية تطالب بإيقاف البرنامج بشكل مباشر وعلى الفور وقبل البدء بإعطاء الإعفاءات لأنه عم بتقول الـ سلطة التنفيذية ورئيس الأمريكي جو بايدن ما عندهم الصلاحية القانونية لحتى يقوموا بها كذا خطوة مثل ما شرحنا لكم من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتمد على قانون طلع عام 2003 واستعملوا الرئيس السابق جورج بوش الأبن وهذا القانون يسمح لي يعطي الصلاحية القانونية للرئيس بحالات الطوارئ أو الكوارث بأنه يستعمل الأوامر الرئاسية ليعمل شيء كبير مضبوط الجمهوريين عم بيقولوا لبايدن أنه 2003 مش متل 2022 2003 كان هناك أحداث 11 أيلول وما تبع من أحداث 11 أيلول عشان هيك إجا الكونغرس الأمريكي وعطى هذه الصلاحية من خلال القانون بالـ 2003 لا الرئيس جورج بوش أنا ذاك لحتى يقوم بهكذا خطوات ولكن عم بيقولوا له أنتوا ليس لديك الصلاحية القانونية القضية الأولى رفع بإنديانا من محامة من إنديانا إخواننا عم بتقول أنه الإعفاء من القروض الطلابية رح يكلف الطلاب بإنديانا رح يكلفهم ضرائب عم بيقول لأنه إنديانا اختارت أنه يسير يكون فيه ضرائب على هيدا القروض الإعفاء من القروض الطلابية واعتباره كدخل كمدخول يعني كإنكم ردت علاقة المتحدثة باسم البيت الأبيض وقالت له أنه حيلا واحد ما بده يعفى من القروض مش مطلوب منه فيه نسحب بيعمل وبالتالي ما بيكلفوا شيء الموضوع فمن ناحية قضية المحامة في إنديانا قضية ضعيفة إلى حد ما صراحة بس موجودة بالمحكمة القضية التي أقوى منها واتخذت مسار آخر هي القضية التي رفعتها ست ولايات جمهورية من بين أركنسا آيوا كانسس نبراسكا وأكيد رفع المدعي العام أو وزير العدل بولية ميزوري وهذه القضية هي تقريبا وليات جمهورية يحاولوا إيقاف هذا البرنامج واتخذت كما قلنا لكم مسار آخر هذا المسار ضغري انتبهت له إدارة الرئيس بايدن وتعاملت معه لهذا المسار وحاولوا يغيروا ب مين بيطلع له إعفاء وللأسف فيه تقريبا أربع ملايين شخص بسبب هذه القضية اللي عم بتحاول إدارة الرئيس بايدن انه تتلافى أي مشكلة قانونية ما بدون يروحوا للمحاكم وما بدون انه يوقفوا هيدا البرنامج لأنه بيعتبروه رح يخدمون كتير بالانتخابات ورح يساعد طلاب إلى حدنا أكيد هذه القضية عم بتقول انه هذا الإعفاء من القروض الطلابية رح يقزي رح يقزي المدخول للولايات وخاصة للسيدونت لون سيرفيسر الموجودين بميزوري وزارة التعليم الأمريكية والمتحدث باسم البيت الأبيض تصرفوا خصوصا وزارة التعليم تصرفوا بشكل سريع شو عملوا هنه هون فيه كرود اسمه اخوانا FFEL هذي الكرود اللي هنه البركن لونز والفادرال فاميلي ادوكيشن لونز ما قالوا نترجمي للعربي يعني صراحة اسمهم FFEL لونز وفادرال فاميلي ادوكيشن لونز هذي اللونز او القروض الطلابية كانت مشهورة كتير بالزمنات لخلصة بعام الفان وعشة اللي هو من خلاله كان وقته بتجي انتي مصارف او بنوك خاصة بتعطي هذي الكروض الطلابية ومضمونة من الحكومة الفيدرالية بيعتبروها هنه كانوا فدرال لونز الى حد ما فلما رفعت هذي القضية الجمهورية اجت بوزارة التعليم قالت لهم غيرت اذا كنتما شايفين قدامكم على الشاشة كانت قايدين انه FFEL ولكن بعد هذا الموضوع اذا في سبتمبر 29 خليني ارجع هذي اول واحدة كنت عم بتقول انه مشمولين وانكلودين FFEL وبركن لونز تمام انه هنه مشمولين ضمن هذا الاعفاء ولكن سبتمبر 29 لهو اليوم هيدا التحديث الذي حصل قالولهم بوروورز وستفيدرال لونز الوزارة التعليم ومن ما بينهم الـ FFEL تمام تمام سو هيدا اللي صار للأسف الشديد حالة واحد عنده Perkin Loans او Federal Family Education Loans العنوان العريض لهم FFEL تقريبا يقدروا فيه يعني ارقام اريتها انا بتقول مليونين تلميذ فيه ارقام بتقول اربع ملايين رح نقول نحنا ما بين المليونين الاربع ملايين طالب اللي هني عندن هكذا نوع من اللونات او الكروض الطلابية للأسف الشديد ابتداءا من اليوم شالوكم من المصنفين انه هني بيطلع لهم اعفاء من القروض الطلابية اكيد الولايات الجمهورية اللي انا ذكرتها عم بتقول انه هذا الاعفاء سوف يساهم بزيادة التضخم وبالتالي سوف يأثر سلبا على الاقتصاد اعطونا رأيكم بهذا الموضوع نحن هنتابعوا لحد هلا ما في قرار من المحكمة بايقاف هذا البرنامج وبالتالي مفروض الاسبوع القادم باول اسبوع بشهر اكتوبر شهر عشرة يكون متوفر او طلب على الوابسايت او الموقع تبع وزارة التعليم من خلاله فيكم تعبوا وتحصلوا على الاعفاء تمام؟ فتابعونا لحتى يصلكم يعني كل جديد فيما يتعلق بهذا الموضوع بالتحديث